بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمدين وعلى آله وصحبه وسلم اما بعد طبعا دي الورقة اللي انا سبتهلكو في اخر الفيديو اللي فات اللي هو الكان فيديو الخاص بالوحدة العشرة بجزئية توبرز لو انت اول مرة تسمعني جزئية توبرز دي موجودة في كتاب بعد كل واحدة بيكونوا عبارة عن عشر جمل فيهم افكار محترمة كويسة ممكن تفيدك وانت بتحل الافكار دي انا بمسكها جملة جملة وبحللها بحيث تكون بالنسبة لك حاجة جديدة او حاجة مفيدة وبتثبت معلومة فلو انت عارف المعلومات دي بقى انت راجل كويس جدا مستواك عالي ولو انت اول مرة تسمعها ياريت تسجيلها علشان تستفيد بيها ويريت برضو تساعد في نشر المعلومات دي بين اصدقائك علشان تكون من رسل العلم وما تنساش تعمل لنا لايك وتدعمنا باللايك والكومنتز بتاعتك ولو مش مشترك معنا اشترك وفعل الجرس علشان يوصلك كل الحاجات الجديدة وعايز اقول لك ان احنا في الفترة دي هنكسف الفيديوهات بتاعت الاسئلة اللي زي دي وكل فيديو هعمله بعد كده ان شاء الله هقول لك اللي بعده هنعمل في ايه طيب تعال بقى نمسك اول واحدة بسم الله الرحمن الرحيم the teacher insisted do exercise again انا كطالف سنوية عامة كده عارف كويس جدا ان insist دي بعدها on و ing او z وبعدين جملة الفاعل بتاعها مصدر وبالتالي هنقول the teacher insisted that we do طيب كان ممكن نقول the teacher insisted on doing لو انت عايز تقول on طيب number two what qualifications do you want to in the future ما المؤهلات التي تريدو an a في المستقبل انت عارف ان في مصطلح اصلا عندك اسمه get qualifications يعني يحصل على مؤهلات وبالتالي هنقول get want to get طيب number three mona a me to make her son tea مونة ايه اني اعمل لابنها شاي في number three بقول لي مونة ايه me to make her something اني اعمل لها شاي انت عارف ان الطبيعي من اربع اختيارات دول لو انت ترجمت هتعرف الاجابة بشكل بسيط جدا طيب ما تيجي نشوف اول واحدة ينفع ناخد said me عايز اقول لك على حاجة ان said ما ينفعش بعدها ضمير مفعول اطلاقا من ضمير مفعول ما ينفعش نقول said me ولا said us ولا said him ولا said zim ما ينفعش كده غلط طيب wanted me ينفع اه طبعا طب ما تيجي نترجم هتبقى مونة wanted me to make her something وبالتالي هيبقى معناها مونة ارادتني ان اعمل لها شاي يبقى مونة wanted دي الاجابة الصح بس انا عايز اعرف البقين لي ما ينفعوش تعال نشوف advice دينفع اقول لك مونة نصحتني اعمل لها شاي ده لو مونة مثلا بتهددك هتقول لك انا يا ابني بنصحك تعمل لي كبات شاي او مثلا لكن ده مش منطق طيب wanted يعني حذرت او نبهت فما ينفعش اقول لك ان مونة حذرتني ان اعمل لها شاي طبعا ده خطأ وعايز الفت اندباه سيادتك لحاجة في كلمة wanted ان كلمة wanted ممكن نجيب بعدها to والمصدر وممكن نجيب بعدها not to والمصدر برضو بس انتبه لحاجة لو انت هتجيب wanted to فدي حاجة انت عايزني اعملها طيب wanted to يعني حاجة انت عايزني ما اعملهاش لانها غلط بمعنى المفروض انك تقول لي زي wanted me to smoke ولا not to smoke التدخين ده حلو ولا غلط لا غلط طبعا خلاص يبقى wanted me not to smoke طيب باباك بحذرك انك تذاكر هو عايزك تذاكر ولا عايزك ما تذاكرش عايزنا زاكر خلاص يبقى wanted me to study يبقى انتبه ان wanted to مش دايما معناها حاجة المفروض ما نعملهاش wanted to يعني ارادني ان افعل wanted not to ارادني قلى افعل طيب ندخل على بعد كده number four the company is looking highly qualified staff انت عارف اني ابحث عن اصلا اسمها look for رقم واحد الحاجة التانية انتبه في الجملة دي للتركيبة اللي هو جابها لك highly qualified staff يعني هيئة عمال تكون عالية التأهيل وبرضه ممكن نقول highly نقول well built houses يعني المباني جيدة البناء well organized people الناس اللي هم منظمين بشكل جيد well organized highly built well prepared لاحظة انك انت بتعمل ايه بتستخدم الظرف الاول وبعدين صفة ظرف وبعدين صفة طيب اه ولو برضو عايزين نقول وظائف اللي مرتبتها كويسة نقول well paid jobs طيب انت عايز تقول وظائف مرتبتها سيئة فتقول badly paid jobs طيب number five بيقول لي علي that we go shopping advised نصحة suggested اقترحة recommended recommend يعني يوصي ولا said قال بالعربي كده انت ممكن تقول علي اقترحة ان نذهب للتسوق عشان جد اخذنا suggested دي الاجابة تب ما تيجي نجرب البقين ينفع نقول علي advised that we go يعني نصحة ان نذهب ما هو احنا مع بعض هينصح لي بقى طيب recommend تنفع recommend فعلا بس المشكلة في recommend دي واخد بالك من المحوظة كويس جدا ممكن يكون في الاختيارات تركز في الكلام اللي هقولك ده ممكن يكون في الاختيارات حاجة تنفع من حيث المعنى ما تنفعش من حيث القعد اقولها تاني ممكن تلاقي في الاختيارات حاجة تنفع من حيث المعنى وما تنفعش من حيث القعدة وبالتالي هنلجأ للفكرة اللي قلت لك قبل كده عليها اللي هي فقه الاجابة فقه الاجابة ده لازم يبقى مغرس جواك بالعربي كده عشان اقول علي واجب بعدها الكلمة دي recommend المفروض تكون علي recommend او علي recommended اصل الجملة دي recommend دي مضارع وعلي مفرد فكان المفروض تبقى علي recommend او علي recommended خب بالك من دي كويس طيب رقم number six you have to do your in the next exam ينبغي عليك ان تبذل قصارى جهدك في الامتحان المقبل انت عارف يبذل قصارى جهده اسمها do his best اللي هي number c قد بالك من دي كويس do your best يعني يبذل قصارى جهدك عشان لما يجي يقولك في الامتحان في الترجمة مثلا على الحكومات ان تبذل قصارى جهدها اللي يفض النزاعات بين الدول فانت هتروح قايل governments must governments must او have to do their best to يعني يفض النزاع يعني ايه بها to end up end up يعني ينهي او يفض the conflict between كنت بقولي بقى نستنى نسب العربي بين الدول المتنازعة مثلا between the conflicting countries او the fighting countries وكان ممكن تستخدم كلمة نزاع بمعنى dispute طيب اه نيجي بعد كتف number seven خد بالك بقولك صديقي اني البس جاكت قبل مخرج طبعا انت هتقول صديقي نصحني وعايز الفت انتباهك لحاجة في موضوع لان الناس بيتلخبط فيها يا جماعة عركزوا معي دي بنجيب بعدها الفعل لو ما فيش مفعول لو المفعول ما ذكرش اطلاقا بالقسين في الجملة خد بالك من الكلام ده كويس بمعنى ممكن اقول لك وممكن اقول لك لما تقول صديقي اوصى بلبس الجاكت انت ما قلت ليش اوصى مين ابي اوصى بفتح الباب ما قلت ليش وصى مين لكن لو قلت لي يبقى لازم تقول واخد بالك من اللي هقولها دي اهم من اللي فده كله لو انت طلعت بالملحوزة دي بس من الفيديو انت اكسبت واستاهل تعملي لايك بص تبق هو انا لما اقول لك نقط لما يجيب لك هكتبها لك على الشاشة الجملة فهمة فعولة وما فيهاش ترجم عشان تعرف انت بتقول نحن نصحنا بان نعمل واجبنا من اللي تنصح احنا يعني احنا المفعول فهنقول انت عايز تقول ايه عايز اقول لك ان مش لازم يكون المفعول بعدها ممكن يكون المفعول قبلها في جملة مبنيا مجهول احزر فاكر لما كنت بقول لك مفعول الانجليزي بتاخد بالفهم يا شباب مش بالحفظ احذر تحفظ الشركة لازم تعوض انت عارف احنا خدنا قبل كده في سلسلة انجلش بيتس كان المصرح ده موجود اللي هو في فيديو ميك ميك اب فور معناها يعوض الشركة يجب ان تعوض خسائرها المفروض وبالتالي الاجابة ايه اي اجابة نمبر اي نمبر اي دي لوسس معناها خسائر ده رقم واحد بس انا عايز هلعب انا وانت شوية في الاختراض الباقية دي اول حالة كده الكلمة الاولية اللي هي لوس اللي رقم بي الكلمة دي هقولها لك بالتلات معاني ياريت معك بكاشكولك وتكتب اول معنى لها ان هي معناها نطفكست يعني غير ثابت غير محدد طيب على سبيل المثال لو انت مسك سنة كده بسنينك وعملت هز فيها وتقولي السنة دي مش ثابتة في مكانها فتقولي يعني السنة دي مش ثابتة بيتحرك ده رقم واحد حاجة تانية لو انت مسك مسلا الباب عملت حرك كده بيهتز هيقع فتقولي الباب ده بيهتز هيقع ده رقم واحد الحاجة التانية بقى المعنى التاني لكلمة لوس ان هي معناها غص فرط لما تروح تشتري حاجة من السوبر ماركت وتلاقيها غير معبقة فتقولي ان هي لوس على سبيل المثال البطاطس دايما بتتباع فرط ما بتتباعش معبقة في كياس برضو لو انت بتشتري قرز الطبيعي انك بتلاقيه ما في كيلو هات فالمفروض ده بنسميه كيلو اوف رايس متعب في كيسة طب انت هلقيته قبا اصلا الراجل جايبه في شكاير كده وانت هتشتري بالكيلو فرط بتردنا عليهم في البيت تقولهم يا جماعة اجيب ولا ما اجيبش يعني الرز اللي هنا ده بتباع فرط بتباع بالكيلو فرط لو انت عايز كيلو ربع ماشي يبقى احنا كده اخدنا معنين لكلمة لوز الاولاني المعنى التاني اللي هي غير معبقة يعني فرط يعني المعنى التالت بقى لما تكون البنت ماشية في الشاع وسايبة شعرها فالحالة دي ان احنا بنقول على شعرها ده يعني شعرها مش مربوط يعني مش ربطاب بتوكة مثلا او حاجة زي كده فانقول بقى يعني شعرها تساقطة على كتيفيها ده معناها ان الشعر ده مش مربوط تمام كده دول تات معاني لكلمة لوز طبعا انت عايز لست ولوز دول ده في المعنى ونفس الفعل ولو انت عايز الفرق بين مست ولوز ارجع للفيديو السبتاشر في سلسلة انجليش بيتس هتلاقيه موجود باستفادة انت ايه عن مكان مولد السائح يا ترى انفايتد عزمت او دعوت وانتد اردت ولي انكويرت تسألت ولي ريكماندد او صيت بداياتا ريكماندد دي ما لاش علاقة بموضوع خلص مفعش اقولك انا وصيت عن مكان ميلاد السائح ولا اردت عن مكان ميلاد السائح ولا عزمت عن مكان ميلاد السائح انت بتقول تساءلت طب يا مستر مش ممكن ناخد وانتد في الصغة اللي انا عارفها وانت عارفها كويس اللي هي بس انت اخد بالك انت قلت يعني انت حزفت مين هنا حضرتك حزفت about يعني الاجابتين المحتملين للسؤال ده طب اخر واحدة الحكومة المفروض دي معناها يضع نهاية لي يعني يضع نهاية لي الحكومة لابد انها تضع نهاية لمشكلة اكيد employable اللي هو قابل للتوظيف او مؤهل والemployed يعني تم تعيينه والunemployment اللي هي البطالة والunemployable اللي غير قابل للتوظيف اكيد طبعا unemployment اللي هي number B number C طيب احنا خلصنا بس انا في حالة كان نفس اقولها لك ونسيت اسمح لي ارجع بها تاني للذكارة ونعمل flashback كلمة birth place دي معناها مهد او مكان ميلاد فلما تيجي تقول لي مصر هي مهد الحضارات فالمفروض تقولها عايز تقول ان مهد او مكان ميلاد الكورونا كان في الصين الله يسمحها بقى فتقول اسمها الفيديو كده انتهى اتمنى ان هو يكون قدم لك حاجة جديدة بص على الشاشة كده هتلاقي في حاجة كده تحس ان في خريطة مرسومة اخضر وسود وزرق واخضر وحاجات كتير زي ما انا بشكل لك في الالوان كده تشكل لي بقى في الفيت باك بتاعتك اكتب لي تحت في الكومنتس لو في حاجة انت مش فاهمها واكتب لي تحت في الكومنتس لو في حاجة انت عرفتها جديدة بالنسبة لك وما تنساش تعملي لايك وتعمل سبسكرايب في القناة اتمنى الفيديو يكون مفيد بالنسبة لك في الفيديو اللي جاي ان شاء الله حللك الجزئية اللي عليها تدور جزئية الوحدة الحادية عشر شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته